من هنا من قلب العاصمة البريطانية لندن تتدفق الأموال وتنتشر في كل أنحاء العالم ومن هنا من برصة لندن يمكن لأي شخص حول العالم أن يشتري أسهم أو يبيع لكن السؤال هو إذا بعت أو اشتريت أسهماً هل تضمن أن تتم المعاملة بطريقة آمنة؟ بعض معاملات بيع وشراء الأسهم تتم من خلال الأقمار الاصطناعية وقد حذر مشاركون أخيراً في مؤتمر بلندن من أن بعض المجرمين يمكن أن يعترضوا مسار تلك المعاملات ومن ثم تحويلها إلى حساباتهم ثم تغيير زمن المعاملة بحيث تصبح نفس زمن المعاملات الأصلية فلا يمكن تعقب الجريمة أو المجرم ربما تضيع الأسهم والأموال ميودراغ ريليتش هو أحد خبراء أنظمة جي بي اس شرح لي كيف تتم هذه العمليات هذه الجرائم تتم بسهولة فائقة هناك أنظمة تباع في الأسواق تعترض إشارات الجي بي اس وتجعلها وكأنها لم تكن من الصعب للغاية حماية الأنظمة من هذه الممارسات على سبيل المثال إذا أراد سائق في تضليل الشركة التي يعمل بها حتى لا تعرف مكانه يمكنه استخدام أحد الأجهزة الرخيصة التي تعترض الإشارات عندها لن تصل الشركة إلى مكانه أبدا الجهزة التشويش على أنظمة جي بي اس غير مجرمة في كثير من الدول ويقدر خبراء خسائر البورصات من هذه العمليات بملايين الدرارات خسائر تضاف إلى خسائر أخرى تعاني منها المؤسسات المالية بسبب استمرار سياسات الإقراض الخاطئة وشبح الركود الذي يخيم على أوروبا بأسرها لعل من يعملون هنا في The City ويقلب بريطانيا في مجال المال والأعمال هم أكثر القلقين من هذه الأعمال غير المشروعة ومهما اتخذوا هنا من إجراءات ربما لن يتمكنوا من وقف هذه الأعمال نهائيا من ضحيات The City في لندن محمد طه بي بي سي